بالله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا مرحبا بكم تلاميذ الصف الثالث الابتدائي ومع مادة اللغة العربية في البداية اشتركوا في القناة شاركوا الفيديو وكذلك فعلوا الجرس هيا بنا مع المحور الرابع الموضوع الثالث التكامل في المجتمع طالب مميز طالب مميز هذه قصتنا بعد بدء العام الدراسي الجديد بأسبوع دخل المدير فصلنا ومعه تلميذ في مثل أعمالنا يعرفنا به قائلا هذا تلميذ جديد اسمه باسم فلترحبوا به وتعرفوه بأنفسكم وبالمدرسة كان باسم مبتسما بشوش الوجه لكنه يرتدي نظارة سوداء ومعه عصا رفيعة صغيرة لم نفهم في بادئ الأمر قصته وعند انتهاء الحصة وجري التلاميذ على الحديقة رأيت باسما جالسا في مكانه لم يتحرك فتعجبت وسألته ألن تذهب معنا إلى الحديقة فاعتذر وقال شكرا لك أود البقاء في الفصل وتناول الطعام فتركته وذهبته لكنني أشعر بأنه مختلف عننا ولا أعرف السر عدت إلى البيت وكان بالي مشغولا بصديقنا باسم الجديد فكنت شاردة الذهن وقت الطعام مع أسرتي بعد الطعام جلست في غرفتي وجاءتني والدتي متسائلة ماذا بك يا بنيتي؟ لم تتحدثي وتحكي لنا عن مغامراتك مثل كل يوم لم تتحدثي وتحكي لنا عن مغامراتك مثل كل يوم ردت قائلة جاءنا اليوم تلميذ جديد في صفنا لكنه مختلف عننا بعض الشيء ولم أفهم ما المشكلة طلبت مني أمي أن أصفه وعندما فرغت قالت لي تعالي يا أميرة لأريك بعض الصور على الحاسوب تعالي يا أميرة لأريك بعض الصور على الحاسوب وبالفعل رأيت العديد من الصور وأشرت لأمي هذا يشبه باسما فابتسمت أمي وقالت يفتقد حاسة البصر فلا يرى وهناك غيره من يفتقد حاسة السمع أو لا يستطيع السير أو يفتقد عدوا من أعضاء جسمه أو يفتقد عدوا من أعضاء جسمه وهناك من يفتقد مهارة من المهارات كالمهارات الاجتماعية أو العقلية كلهم أطفال مثلك بل بالعكس يتميزون أكثر منا ولديهم القوة ولديهم القوة والإصرار على النجاح وأرتني أمي بعض الصور لعلماء وفنانين وأدباء يفتقدون عضوا أو حاسة لكنهم استطاع النجاح والتميز الآن فهمت يا أمي سأتعاون مع زملائي لمساعدته والاهتمام به فقمت بإرسال رسائل لهم ووضعنا خطة صغيرة للترحيب بباسم وبالفعل أقمنا احتفالا صغيرا وعرفناه بنا وقمنا بجولة في المدرسة ومن يومها أصبح من أعز الأصدقاء طالب مميز شكرا لكم